الآية الثانية حين اجتمع بالأنبياء جميعا في بيت المقدس وصلى بهم وهذه آية أخرى الآية الثالثة حين التقى بالأنبياء ورآهم كل في سمائه وهذه آية أخرى ثم بعد ذلك أراه الله سبحانه وتعالى سيدنا جبريل على صورته الحقيقية التي لا يطيق أن يراها بشر فرآه في ليلة الإسرائي والمعراج رآى صلى الله عليه وسلم الجنة ورآى حوض الكوثر الذي أعطاه الله إياه ورآى صلى الله عليه وسلم النار وأحوال أهل النار وذكر صلى الله عليه وسلم جزاء الذين يغتابون الناس والذين ينممون والذين يأكلون الربا وذكر صلى الله عليه وسلم كل هذه التفاصيل وصفاتهم رأى صلى الله عليه وآله وسلم من العوالم ما لا يعلمه إلا الله ثم الآية العظمى والمنة الكبرى حين رأى ربه سبحانه وتعالى وهذا رأي جمع كثير من الصحابة كسيدنا عبد الله بن عباس رأى الله سبحانه وتعالى في ليلة المعراج ولهذا يذكر بعض المحدثين أن سيدنا صلى الله عليه وسلم حين عرج به كان خليله في هذا المعراج سيدنا جبريل عليه السلام وتعلم مكانة سيدنا جبريل من عالم الملائكة هو رئيس الملائكة فوصل إلى مكان لا يعلمه إلا الله فتوقف سيدنا جبريل وتقدم صلى الله عليه وسلم وقال تقدم معي يا جبريل فقال سيدنا جبريل لو تقدمت احترقت ولو تقدمت اخترقت فاخترق صلى الله عليه وآله وسلم من العوالم ما لا يعلمه إلا الله ولم يكن هذا ولن يكون إلا لسيد الوجود صلى الله عليه وسلم وفي هذه الليلة العظمى فرضت أعظم صلة بين العبد وربه وهي الصلاة ففرضت خمسين صلاة ثم راجعه سيدنا موسى عليه السلام مرات ومرات حتى أكرمنا الله وخفف عنا فعادت خمس صلوات بأجر خمسين صلاة وفي هذه الليلة سنت سنة التحيات التحيات لله حين وصل صلى الله عليه وسلم إلى حضرة الله ألهمه الله التحيات التحيات لله الزكيات لله إلى آخر ما نقوله دائما في التشاهد ما نستقيه من عبر في حادثة الإسراء والمعراج التي لو جلست أتحدث عنها إلى غد لم يكفن الوقت ونقدر نقول أن رسول عليه الصلاة والسلام هو الشاهد الوحيد فيما سيحدث في العالم الآخر شوف سيد الكريم هو صلى الله عليه وسلم شاهد هذا عيانا بجسده وروحه لكن لا يمكن أن نحكم بهذا هو صلى الله عليه وسلم أعلمه الله بجميع هذه الحوادث قد يحصل الإنسان هذا في منام أو في مرأة وربما يحصل للأنبياء كمعجزات لكن معجزة الإسراء والمعراج بهذا التفصيل لم تكن إلا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون غيره من الخلائق أجمعين